اكد سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ان الوقف يضع على قائمة اولوياته دائما اهمية مواصلة دعم فرص التعليم الجامعي لابناء الوطن والتجيع عليه بما يسهم في تعزيز دورهم بعملية التنمية ومسارة التطوير لكسب العلم والمعرفة واكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان على دور قطاع التعليم في مملكة البحرين بالمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع حيث جرى السعراض الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع والاطلاع على الخطط الموضوعة لتنمية مسار الشراكات وتعزيز الاستثمارات بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقوف لجانب خطة البعثات المعتمدة للدفعة العاشرة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الاكاديمي 2023-2024 لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في البحرين اذ بلغ عدد البعثات المقدمة للطلبة لهذا العام 75 بعثة مخصصة للحصول على درجة البكالوريوس وهنا اسم الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في هذا الصدد جميع الطلبة الحاصلين على بعثات للوقف متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرة تحصيلهم الاكاديمي منوها سموه بجهود اولياء الامور الذين هم خير الدعمين والمحفزين لابنائهم في مختلف المراحل التعليمية كما عرب سموه عن الشكر لمختلف الجهات والمؤسسات الداعمة لجهود الوقف ودورها الملحوظة في تنويع خطة البعثات في كل عام جدرنا بالذكر أن أجمالي عدد الطلبة الحاصلين على بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بلغ أكثر من 400 طالب وطالبة وذلك منذ إنشاءه ترجمة نانسي قنقر